حلائي في أخبار اليوم كان فيه خبر مهم عن الحركة التبلوماسية الجديدة نشره أحمد حمدي محرر الرئاسة بأخبار اليوم تضمنت الحركة التبلوماسية الجديدة بشأن ترقيات بعض أعداء السلك التبلوماسي والقنصلي بعد اعتمادها بشكل رسمي ترقية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية دكتور أحمد فاهمي عبد المجيد شهين إلى درجة وزير مفوض كما تقرر تعيين عدد من السفراء في وظيفة سفير من الفئة الممتازة منهم نهل محمد عصام الدين الظواهري منال محمد محمد عبد الدايم هشام فاتحي محمد مصطفى كما تقرر تعيين عدد من الوزراء المفوضين إلى وظيفة سفير منهم وليد أحمد شمس الدين مصطفى وياسر حسن فرج الشيمي ونجلاء محمد نجيب أحمد فراج وعلياء سمير برهان راغب ومحمد أحمد وجيح جازي أحمد عبد العظيم زنهم وعبد الشكور باهر فاروق أحمد شويخي ومحمد السعيد أحمد الباز كما تقرر تعيين عدد من المستشارين إلى وظيفة وزير مفوض منهم هيثم محمد حسني ومحمد إبراهيم وخالد محمد صفي الدين محمد سليمان وجمال رجدي أبو الحسن محمد